اشتركوا في القناة على ضوء هذا الانجاز العلمي المتميز بمثابرة الابن العزيز سمو الشيخ عيسى والتزام السموه بمتطلبات هذه الدورة المتقدمة واجتيازه لها بنجاح وانها لأضافة نوعية ستثري دون شك ما اكتسبه سموه من علوم ومعارف أكاديمية وخبرات عسكرية وفي هذه المناسبة التي تبعث عالي الاعتزاز جددت سموها التقدير بمجودات سمو الشيخ عيسى ومساعيه المخلصة لخدمة الوطن الغالي وتعظيم منجزاته تحقيقا لتطلعات والد الجميع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى القوات المسلحة حفظه الله ورعاه وبما يساند الجهود الحثيثة لوالده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله دعية المولى عز وجل أن يمد الشيخ عيسى بعونه وتوفيقه وأن يسدد على طريق الخير خطاه هذا وقد أنهى سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة دورة القيادة والأركان المشتركة بنجاح من جامعة المشاه البحرية الأمريكية في مدينة كوانتيكو بولاية فارجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار التعاون الثنائي في المجال العسكري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وبهذه المناسبة رفع سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى القوات المسلحة حفظه الله ورعاه لتوجيهات جلالته السديدة لسموه ودعمه الكبير الذي كان الحفزة الأكبر لإنهاء الدورة معربا عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما أبده السموه من متابعة مستمرة طوال الدورة كان لها الأثر البارز في بث العزم والإصرار على النجاح مؤكد سموه الحرص على توظيف مجالات العلوم والمعارف والنظريات الاستراتيجية وتطبيقات العملية العسكرية المكتسبة بما يتماشى مع الخطط التطويرية المتواصلة لمملكة البحرين في المجالين العسكري والمدني خدمة للوطن وأبنائه الكرم كما أعرب سمو الرائد بحري الشيخ إيسى بن سلمان بن حمد الخليفة عن الشكر والتقدير لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما يقدمه معاليه من إسناد دائم لسموه وتهيئة الفرص النوعية أمام كافة منتسبي قوة دفاع البحرين من تدريب وتعليم عسكري ضمن مجمل الجهود المستمرة الهدفة إلى تعزيز الكفاءة القيادية والإدارية والجهزية القتالية لهذا الصرح الشامخ مؤكدا سموه اعتزازه بالجهود الوطنية المخلصة لقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل في جميع الميادين جاء ذلك خلال الحفلة الذي أقيم بمقار الجامعة بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان الخليفة رئيس ديوان ولي العهد والشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القادة وكبار الضباط ونوه سموه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تشهده مسارات التعاون الاستراتيجي من تقدم في كافة المجالات لسيما العسكرية والدفاعية معربا سموه عن شكره وتقديره إلى القائمين على كلية القيادة والأركان المشتركة بجامعة المشات البحرية لما قدموه خلال هذه الدورة من دعم وإرشاد مهنئا سموه الرائد الشيخ علي بن ابراهيم الخليفة وكافة الخرجين بمناسبة إنهائهم دورة القيادة والأركان المشتركة وتمنيا سموه لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية الجدير بالذكر أن جامعة المشال البحرية الأمريكية في ولاية برجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية تعد أحد الصروح الأكاديمية المرموقة في مجال أعداد الكوادر القيادية